مع عبد الرحمن النجار طابت وقاتكم مشاهدين الكرام في نشرة ليهم الأنبان أبدأها بأبرز العنوان البرلمان يؤجل عقد جلسة تمرير الموازنة إلى الثامنة مساءً والإطار يكشف عن انفراجها للحد من نشاط سماسرة الدولار الأمن ينفذ حملة واسعة ويعتقل ستين متهماً بالتهريق واشنطن تخصص صندوقاً لإنهاء داعش بالعراق وتعلن عن حصيلة هجماتها خلال أيار من جديد مرحباً بكم نبدأ نيابياً حيث يعتزم البرلمان عقد جلسة خاصة لتصويت على مشروع قانون الموازنة الثلاثية وذلك بعد مخاض عسير وإجراء مداولات سياسية ونيابية بالشأن صيغة القانون وبعض الفقرات الجدلية لا سيما المتعلقة بمستحقات إقليم كردستان يأتي ذلك بعد تدقيق مشروع القانون من قبل اللجنة المالية النيابية وعبر عشرات الإجتماعات والتقت الجهات المعنية في الوزارات كافة وأجرت بعض التعديلات على فقراتها وذلك وسط ترقب شعبي كبير لتمرير القانون المعطل منذ أكثر من عامين حيث يعود تاريخ إقرار آخر موازنة إلى أواخر آذار من العام 2021 من جهته أكد الإطار التنسيقي حسم ملف تمرير مشروع قانون الموازنة العامة الثلاثية في جلسة اليوم الخميس وذلك عاقب التوصل إلى اتفاق المهم بين قيادتي الإطار والديموقراط الكردستاني لافتا إلى أن البرلمان سيقر أهم موازنة مشاريع في البلاد وسيلمسها المواطن بمشاريع وخدمات جاء ذلك خلال اجتماع لقادة الإطار التنسيقي عقد في منزل رئيس تحالف الفتحاد العامري ونقش مخرجات الاجتماع بين قيادة الإطار والديموقراط الكردستاني وألزم الإطار حكومة قليم كردستان بتصدير أربعمائة ألف برميل يوميا عبر شركة سوم الوطنية وإدراج الفقرة في قانون الموازنة بغية ضمان الحصص يبدو أن مباحثات الكتل السياسية قد تستمر حتى اللحظة الأخيرة قبل التصويت على قانون الموازنة تقريرنا التالي يرصد آخر مستجدات هذا القانون جولة من المباحثات قد تستمر حتى اللحظة الأخيرة قبل التصويت على قانون الموازنة تنخرط فيها جميع القوى السياسية العراقية والهدف منها ضمان الحصص مباحثات تصل إلى حد عرقلة الموازنة أو منعها من أن ترى النور البارتي اليوم بعث بالمفاوضين هناك اليوم تقارب كبير جدا وصلنا إلى المراحل النهائية ونهاية الشوت طبعا الرؤى هي متقاربة تضمن حقوق كل الأطراف نسخة التعديلات الأخيرة للموازنة ما تزال في أروقة الكتل السياسية ولم تصل إلى البيت التشريعي أو اللجنة المالية الأمر الذي يستغربه ويرفضه العديد من النواب الموازنة لم تصل إلى الآن ولم توزع على أعضاء المجلس قبل يوم من الموازنة وبالتالي هناك خطة لتمرير الموازنة دون إطلاع النواب عليها وهذا شيء مستغرب حقيقة أعتبار الموازنة تعناها بكل شعب العراقي والكل معني بأن يطلع عليها بشكل تفصيلي ومباشر وتخوض الكتل السياسية معترك الموازنة للوصول إلى تفاهمات ترضي جميع الكتل وتنال استحسان الشارع العراقي الذي يتابع كل التفصيلات ويتطلع لموازنة تحقق مطالبه وتحفظ كرامته بعيدا عن محاصصة الأحزاب من بغداد علي عبد الكريم الفلوج الفضائي اقتصاديا أكدت السفيرة الأمريكية في بغداد إلينا رومانوسكي دعم الولايات المتحدة لاستقلالية الطاقة في العراق وذلك عبر تنمية وتطوير قطاع الغاز الطبيعي وتأهيل الأنابيب وإقرار قانون دائما للنفط والغاز وأشارت السفيرة إلى أن وجود إقليم كردستان قويا ومتطورا ضمن إطار الحكومة الاتحادية سيكون عاملا في استثباب الاستقرار والأمن لذا فإن العمل المشترك بين بغداد وأربيل مهم للغاية لفتة إلى وجود نقطة مهمة للغاية تتمثل بالإصلاح الاقتصادي الذي سيقوي التجارة والاستثمار هذا والتقى وزير الالتجارة أثير الغريري محافظة كاركوكرا كان الجبوري وبحث معه عملية تسويق الحنطة وضرورة تذليل كل الصعاب أمام صرف مستحقات الفلاحية تم تدليل معظم الصعاب التي تعترض العملية التسويقية حتى نوضح من فلال الاجتماع الذي حصل ويبقى التوضيح معاني الوزير مطالبنا عدة هي توفير المبالغ المالية لاستمرار تجهيز الفلاحين أبلغونا بأن هناك مبلغ محول يوم أمس مقدار 83 مليار لتعزيز الرصيد الموجود والاستمرار بالتسليم الفلاحين أيضا في هذا المكان لطالب السيد الوزير بالاستمرار في نجاح هذه الحملة وهي تسليم المستحقات بأسرع وقت بنفس الوقت لدينا اكتراض في سائل الحويزة الشعب الزراعية في الحويزة انتاجها عالي وفيها بركز استلام واحد السيد المدير العام عزيزنا الكادر ولكن الكادر على تعزيزه وعلى عمله الدؤوب لا يستطيع أن يستوعب هذا الكمية الموجودة هناك ثلاث مواقع الاستلام المحصول في محافظة كاركوك نعم هناك زخم حاصل كانت زيارتنا إلى محافظة كاركوك من ضمن المحافظات الأخرى هو للاطلاع الميداني والمتابعة الميدانية بعد توجيه دولة الرئيس بأن يكون هذا الموسم هو تحت إشراف وباشر لدولة الرئيس صار الاجتماع وصلنا إلى نديره إن شاء الله تعزيز الكادر على الفور خلال أيام سيمتص الزخم إن شاء الله ونطم نفلاح أن الفلوس التي تحولت لحد الآن ما هي إلا بداية يطمئن بشكل تام أن كل ما يسلمه من المحصول سيقبض مستحقاته على الفور البطاقة الإلكترونية ستعفي المواطن من المراجعات والروتين والبيروقراطية التي كانت موجودة على مدى السنين الماضية عشرات السنين الماضية سيكون قضاء كل إجراءاتها الإدارية بما يخص البطاقة التموينية من المنزم خلال تطبيق الإلكتروني وبالتالي بالجنب الآخر هو الحفاظ على الأموال العامة في محافظة البصرة أشار مسؤولون في وزارة التعليم العالي ودائرة الصحة ضعف الخدمات المقدمة للمواطنين بعد قرار خفض سن التقاعد في دوائر ومؤسسات الدولة المزيد عن هذا الموضوع نتابعه في التقرير التالي خفض عمر الإحالة إلى التقاعد لجميع الموظفين إلى الستين عام أي أن كانت الاختصاصات ومهما كانت أهميتها ودرجتها العلمية قرار بدأت تظهر عكاساته السلبية واضحة الآن حيث يشير مسؤولون إلى تأثر مستوى الرصانة في المؤسسات الحكومية على حساب انتعاش المشاريع الأهلية التي باتت تستقلب الكفاءات بعد إحالة نحو 1300 أستاذ جامعي للتقاعد جراء القرار الأخير وبمعدل سنوي مستمر يبلغ نحو 100 أستاذ في كل عام بالبصرة وسنويا جاي نخسر من كوادرنا بما يقارب من 80 إلى 90 أستاذ في كل الاختصاصات ومنتهى الخبرة التي لا نقدر نعوضها الضبط أعطاهم مستمر والدليل أنه اللي طلعوا كلهم أخذوهم الجامعات الأهلية سواء داخل العراق وخارج وفتحوا فيهم جامعات جديدة نحن جاينا نلاحظ الآن بصراحة وخلال عملنا أنه 30% من كوادرنا العاملة بدأنا أنه نفقدهم بصراحة من الأطباء من الكوادر الطبية وهذا أثر سرماً عن عمل المؤسسات الصحية القرار لم ينعكس على مستوى الخدمات الجامعية فقط بل بات تأثيره واضحاً على المؤسسات الصحية التي تقدم الرعاية الطبية للمواطنين حيث يقول مختصون في القطاع الصحي أن القرار تسبب بنقص حد بلغ 30% بالكوادر الطبية والصحية أي ما معدله 400 موظف من كافة الاختصاصات في كل عام فيما تؤكد نقابة الأطباء وجود نقص واضح سجل في المؤسسات الحكومية مع تزايد أعداد السكان بعد حصولها على سنة تقاعة وتخرجت من الخدمة وبالتالي أثرت على أعداد الأطباء ونسبة تغطية الأطباء بالنسبة لأعداد السكان لدينا مشاءات صحية متطورة على مستوى العراق والبعض منها على مستوى المنطقة لذلك حققنا إلى الآن أكثر من 200 مليون دولار قطتنا إن شاء الله أن نتوسع بهذا القطاع إلى مبالغ أكثر وفي الوقت الذي تنتعش فيه المشاريع الاستثمارية الأهلية بعد انتقال الكفاءات المتقاعدة من الدوائر الحكومية إليها نجد أن الحكومة المحلية تتجه إلى التعاقد مع الملاكات من الخارج وفي المقابل نجد أن المشاريع الاستثمارية الخاصة بالمستشفيات والجامعات الأهلية في انتعاش مستمر لتصل الاستثمارات فيها إلى مبالغ وصلت إلى 200 مليون دولار بالبصرة في وقت أشارت فيه الحكومة المحلية إلى التوجه للدول الأخرى لجلب الكوادر الوسطية في المجال الصحي لتعويض النقص الحاصل بعد إحالة العديد من الموظفين إلى التقاعد لكنه ينقصنا نقاط مهمة بالمستشفيات وعملية تنظيف المستشفيات بالطرق الحديثة وعملية الكوادر الوسطية التي تعين الأطباء في إنجاز أعمالهم هذا الموضوع جادين بأنه نذهب الآن عندنا مفاوضات خلقكم واضح إياكم مع شركة إيطالية ممكن أن ندير المستشفيات الجديدة خالد السلامة لقناة الفلوجة البصرة أعلن جهاز الأمن الوطني اعتقال ستين متهما بعمليات تحويل مالي وتهريب للعملة الأجنبية في بغداد ومحافظات ذيقار وواسط وذلك ضمن خطوات الحد من عمليات التحويل المالي غير الأصولية طبعا وحالات التلاعب بالعملة التي يقوم بها مجموعة من المنسقين والسماسرة بالتعاون مع شركات صرافة ومكاتب حوالات مالية الجهاز أوضح في بيان لها أن مفارزه في بغداد وبعد استحصال الموافقات الفضائية تمكنت من القاء القبض على خمسين متهما استغلوا مواطنين عدة قاموا بعمليات تحويل غير أصولية بأسمائهم مقابل مبالغ رمزية كما ألقت القبض على عشرة متهمين بتهريب العملة خارج البلاد وبحوزتهم وصولات تحويل بأسماء مختلفة أمنيا أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات التابعة لوزارة الداخلية تفكيك شبكة وصفتها بالخطيرة لمتاجرتها بالبشر واستغلال النساء والأطفال في ممارسة البغاء وذلك بعد نصب كمين محكم للإطاحة بهم في العاصمة بغداد وكالة الاستخبارات وفي بيان لها أوضحت أن عملية تفكيك العصابة استندت لمعلومات استخبارية حيث عرضت الأوراق التحقيقية للعصابة هذه أمام أنظار القاضي المختص وقرر توقيفهم وفق قانون الاتجار بالبشر والضحايا إلى ذلك أكد وزير الخارجية فؤاد حسين إن الحكومة عازمة على مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وتعزيز الاستقرار في المناطق المحررة وإعادة النازحين حسين وخلال كلمته في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لمحاربة داعش الإرهابي في الرياض أوضح أن جهود القوات الأمنية أدت إلى خفض مستوى الهجمات الإرهابية بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من هذا العام ولفت حسين إلى أن الحكومة تعمل على إنهاء ملاف النزوح الداخلي وتم بالفعل إغلاق 148 مخيما للنازحين في الأثناء كشف تقرير لمجلة Task and Purpose الأمريكية المعنية بالشؤون العسكرية أن القوات الأمريكية نفذت 21 عملية عسكرية في العراق ضد تنظيم داعش الإرهابي خلال شهر أيار الماضي التقرير أشار إلى أن العمليات هذه نفذت بأوامر مباشرة من القيادة العسكرية الوسطى للجيش الأمريكي داخل العراق بالإضافة إلى 17 عملية عسكرية في سوريا انطلق بعضها من العراق ومن الجدير بالذكر فإن القوات الأمريكية أعلنت في عام 2021 توقفا كاملا للعمليات العسكرية في العراق والالتزام بمهام التدريب والاستشارة للقوات العراقية هذا أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين تخصيص صندوق لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي بقيمة أكثر من 600 مليون دولار يهدف إلى دعم جهود العراق في مواجهة التنظيم الإرهابي بلينكين وفي كلمة ألقاها خلال الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لمحاربة داعش في الرياض أوضح أن داعش يحاول شن هجمات جديدة مؤكدا تخصيص صندوق لمكافحة التنظيم ودعم جهود العراق وسوريا في مواجهته كما أشاد بدور السلطات العراقية في مكافحة الإرهاب أكد رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد أن تعزيز حرية الإعلام تحظى بالاهتمام الحكومي والسلطتين التشريعية والقضائية فيما حث المؤسسات على العمل معا لتطوير قطاع الإعلام بما يساعده على النهوض بمسؤولياته شدد المؤيد على أهمية أن يأخذ الإعلام دوره في ترسيخ الهوية الوطنية والتعايش السلمي لافتا إلى أن المسؤولية الاجتماعية للإعلام تحتم على الجميع الحفاظ على الأمن النفسي والمجتمعي للمواطنين وتسليط الضوء على أصحاب الابتكار والإبداع والنجاح في المجتمع وضف المؤيد أنه يأمل من المؤسسات الإعلامية الوطنية دعم صورة العراق أمام الرأي العام والإقليمي والدولي بما يساعد في جذب الاستثمارات والازدهار الاقتصادي أعلنت مفوضية الانتخابات تصديقها على نظام اعتماد المراقبين المحليين والدوليين ووكلاء الكيانات السياسية والإعلاميين لضمان نزاهة وحيادية العملية وعدالة العمل الانتخابي وذكرت المتحدثة باسم المفوضية جمال الغلاي أنه لا يجوز للمراقبين المحليين والدوليين التدخل بالعملية الانتخابية ورفع شكوى عنها لافتة إلى أن نظام اعتماد المراقبين المحليين ينص على أن تقدم فرق المراقبة التقرير النهائي للمفوضية عن نتائج نشاطاتهم لمدة ثلاثين يوما معززا بالأدلة التي تؤيدها أعلن مسؤول تنظيمات نينوى للحزب الديمقراطي الكردستاني نوزاد هادي خلال زيارة الأجراه إلى مدينة الموصل أعلن عن قر بإعادة أهالي 17 قرية في نواحي زمار وربيع والخازر وحسن شام إلى مناطقهم مؤكدا أن الخطة ستشمل قرى أخرى خلال الفترة المقبلة منذ البدء بالعمل في المكتب التنظيم بدأنا بالعمل على هذه المشاكل القرى الموجودة في خازر وحسن شام 17 قرية وقرى الموجودة في حدود زمار وربيعة فنعمل بجدوة عملنا تم مشكورا مع سيد وزير الداخلي الذي أمر بتشكيل اللجان أكثر من شهر وعملت هذه اللجان عندها اجتماع جزء منها علاقة بقضايا أمنية فالجان وضعت بصماته الأخيرة على كل المخترحات التي نبدأ بها بـ 17 قرية الموجودة على خازر وحسن شام وإن شاء الله في القريب العاجل نبدأ بإعادة الناس وإسكانهم في قراءهم بكل اعتزاز وكرامة وإيضا بعدها تتحول الجنة إلى حدود زمار وربيعة لتعمل وتحلأ أيضا المشاكل الموجودة هناك وهناك دائما مشاكل قد تكون أمنية لها علاقة بالتصاريح الأمنية بعد إنشاء المحور الصناعي للمنتجات الغذائية واللحوم في محافظة المثنة تعشت الأسواق المحلية بعد أن حققت الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة مزيد من التفاصيل نتابعها في التقرير التالي 15 مليون بيضة للمائدة نتاج تسعة مشاريع استثمارية من الدواجن في محافظة المتنى لشهر آيار بعد تهيئة الأجواء اللازمة لإقامة مثل هذه المشاريع ومتابعتها من قبل اللجان المختصة دعم أدى إلى انتعاش هذا القطاع في المحافظة وسما في سد حاجة المواطنين في المحافظة وأغلب المحافظات المجاورة من بيض المائدة محافظة المثنة عدد حقول الدواجن فيها أكثر من مائة حقل من ضمنها 16 حقل لإنتاج بيض المائدة العاملة حاليا تسعى ضمنها مشاريع استثمارية اثنين والباقي مشاريع لمربي الدواجن طبعا في المستقبل لدينا أيضا مشاريع دواجن في طور الإنشاء استثماريات كبيرة فبالتالي هذا المجموع الكلي لإنتاج المحافظة يعبر الـ 14 مليون بيضة سنويا وبالتالي هذا سوف يصل محافظة المثنى والعراق إلى مرحلة الاكتفاء الذات تحقيق نسب كبيرة من منتجات هذه المشاريع يعزز المردود الإيجابي في الأسواق المحلية بحسب اقتصاديين لترتفع المطالبات بمنح أصحاب هذه المشاريع الثقة الكاملة لمضاعفة منتجاتهم الغذائية من خلال توفير الدعم الحكومي لهم في المجالات كافة الإنتاج وصل لمحافظة المثنى تقريبا 15 مليون بيضة بالشهر هذا إلى انعكاس إيجابي على محافظة المثنى تقريبا لزيادة الإنتاج وتحقيق فرص أكثر بعملية الربحية والإنتاجية ولا سيما أن محافظة المثنى حاليا جاء يصدر للمحافظات الباقية مشاريع جدا ممتازة مشاريع راقية توفر غذاء جيد وصح وفرش للمواطن وأمين من كل المساوئ من حيث المساوئ العلاجية أو من مساوئ الأمراض الانتقالية أو من مساوئ قدم التخزين لكن للأسف يعني ما لمسنا أي دعم من الحكومة لا السابقة يعني جوز الحكومة الحالية نأمل من عندها أكو خطوات حاليا خطوات واثقة تخطوها المثنى لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الأسواق المحلية للمحافظة من بيض المائدة ومختلف المنتجات الصناعية والزراعية والغذائية مما يجعلها مستقبل أن سلة غذائية متكاملة لباقي المحافظات شريطة دعمها حكوميا لمنافسة المطروح من المستورد في الأسواق من المثنى نجم الحميد الفلوجة الفضائية يبدو أن الجفافة والعطش لم يترك كثيرا من الخيارات أمام سكان 20 قرية شمال المقددية سوى النزوح صوب مناطق أخرى قد يجدون فيها سر الحياة تفاصيل أكثر عن معاناة هؤلاء المواطنين نتابعها في هذا التقرير أكثر من 20 قرية في شمال قضاء المقددية تستعد للنزوح قراء سنسل أو لجبور كما يطلق عليها محليا تعاني من شح المياه فقد وصل الأمر إلى توقف أغلب شبكات مياه الإسالة وموت آلاف الدوالم الزراعية بعد جفاف الأنهار وانحسار المياه الجوفية بنحو 50% لا تقتصر معاناة الأهالي في هذه القرى على شح المياه بل تعد الأمر إلى الأمراض الانتقالية التي تنتشر بعد انخفاض منسوب مياه الإنهار إذا أصبحت البيئة ملائما لتكاثرها خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة أكثر من عشرة آلاف نسمة يعانون العطش بعد أن جف أكبر خزان المائي في المحافظة جفاف هو تبقى هذه الحشرات متخبئة بالتشققات بالأماكن التي لا توصلها للحياة لأن الماء سر الحياة فتبقى متهيئة أنهم أي توفير لهذه الماء أو للجسمة ستنشط من جديد ولإيجاد حلول من شأنها تدارك هذه الكارثة أكثر من 1700 كيلومتر من الأنهار دخلت في خطة وزارة الموارد المائية لتطهيرها وكريها هذا العام مؤكدة أن نسبة إنجاز هذا المشروع بلغت 40% حتى الآن في الوقت الذي تشير إلى أن المشروع يهدف إلى الحفاظ على مياه الأنهار ومنع التجاوزات وهدر الماء من خلال إزالة الحشائش والترسبات المنتشرة على ضفاف الأنهار لذلك شاركت مديريتنا بأعمال رفع التجاوزات وردم البحيرات وتطهير جداول للقرى المهجرة في المحافظة لضمان عودة المهجرين وقد تكون حملات كر الأنهار بصيصة أمل لعودة الحياة لهذه القرى بعد موجة جفاف قتلت الزراعة والمواشف آن معانا دون أي تحرك مركزي للحفاظ على حصة العراق المائية من محافظة ديالا عمر العبيدي قناة الفلوجة في إطار النهضة العمرانية التي تشهدها محافظة الأنبار افتتحت دائرة الصحة في المحافظة عددا من المراكز الصحية في الأقضية الغربية تقريرنا التالية تحدث عن هذه المراكز رغم المساحات المتباعدة بين أقضية المحافظة فإن صحة الأنبار تولي أهمية للقطاع الصحي في المناطق الغربية النائية من خلال إنشاء أكثر من ثلاث مراكز صحية في القائم وعادة إنشاء مستشفى القضاء بسعة 200 سريرة فضلا عن مراكز تخصصية أخرى أسهمت برفع مشقة السفر عن كاهل المرضى لتلقي العلاج في الرمادي أو بمحافظات أخرى لنا يعني عناية خاصة في المنطقة الغربية بسبب تباعد الأقضية عن بعضها هناك مساحات شاسعة تحتاج إلى تقديم خدمات الرعاية الصحية سواء الأولية أو الثانوية نحن في داع صحة الأنبار من خطتنا هي إيصال جميع خدمات الرعاية الصحية الأولية في المناطق الناية لدينا خدمات في المنطقة الغربية على المستوى الأول هي خدمات الرعاية الصحية الأولية المراكز الصحية اللي تقدم خدمة لإضافة للفحص والمعالجة وإيصال الأدوية والمستزمات اللي يحتاجها المواطن وإنما تقدم خدمات الباقية تحت شعار الوقائي خير من العلاج وإلى جانب المباني الصحية في مناطق غرب المحافظة وفرت دائرة الصحة العديد من الأجهزة التي كانت تتقر لها هذه الأغضية منها جهاز الرنين المغناطيسي والسونار والمفراز وغيرها من أجل توفير كافة متطلبات المواطنين الصحية القطاعات الصحية انفتحت بالمعطقة الغربية غرب محاوضة الأنبار هذا خدم أكثر شيء شريحة المواطن أغلب المواطنين تعرف مشقة السفار والطريقة يجولون الرمادي أو يروحون البغداد فعلينا صحة الأنبار فتحتها القطاعات وفرت أجهزة متطورة أجهزة حديثة مثل المفراز وغيرها من جانبها وضعت دائرة صحة الأنبار خطة لفتح مستشفى طوارئ وولادة بسعة 25 سريرة بتمويل صندوق الإعمار في قضاء راوة مشيرة إلى قرب المباشرة بالمشروع لإنهاء معاناة ساكنية لقضية الغربية من الأنبار دريس يحيى قناة الفلوجة مشاهدين النشرة تهتي لكم أبرز ما جاء فيه البرلمان يؤجل عقد جلسة تمرير الموازنة إلى الثامنة مساء والإطار يكشف عن انفراجة للحد من نشاط سماسرة الدولار الأمن ينفذ حملة واسعة ويعتقل ستين متهما بالتهريب واشنطن تخصص صندوقا لإنهاء داعش بالعراق وتعلن عن حصيلة هجماتها خلال أيام شاهدين النشرة انتهت للمزيد من الأخبار والمعلومات يمكنكم متابعتنا عبر بواقع الفلوجة المختلفة إلى اللقاء